اشتركوا في القناة وتفعيل دورهم فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي التفاصيل مع الزميل يحيى العمري في إطار حرص مجلس النواب على تكريس نهج التطوير والارتقاء بمهارات أعضائه أقام المجلس بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل حقوق الإنسان في القوانين البحرينية والاتفاقيات الدولية وذلك ضمن برنامج مهارات برلمانية للنواب من أجل تزويد النواب بالمهارات القانونية والحقوقية اللازمة التي تعزز من أدائهم لمهامهم في خدمة العمل البرلماني بالمملكة جاءت هذه الورشة للتعاون المثمر بين معهد التنمية السياسية والأمانة العامة لمجلس النواب في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب أعتقد أن ملف حقوق الإنسان من ملفات الشائكة التي تحتاج إلى متابعة مستمرة من حيث نشر ثقافة حقوق الإنسان بين موطفين الدولة أو سلطات الدولة مثل أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب موطفين الدولة من درجات العليا الأجهزة المعنية بخدمة المواطنين على المستوى الوطني يأتي تنفيذ هذه الدورة التي تأتي بعنوان حقوق الإنسان في القوانين البحرينية والاتفاقيات الدولية بهدف نشر التوعي والتذقيف وتمكين أعضاء السلطة التشريعية السادة النواب بكل تفاصيل الوكالات الأمم المتحدة ومسألة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكل ما يتعلق فيها على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي الورشة التي شهدها عدد من النواب ركزت في محاورها على ما قامت به مملكة البحرين من جهود كبيرة في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان كما تطرقت إلى أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي انضمت لها المملكة ونظام معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأثر القانوني لتلك الاتفاقيات والمعاهدات على المستوى الوطني لجنة حقوق الإنسان دائما تراقب وتتابع الأمور عن كتب ودائما نسعي من أجل تطوير النظام الحقوقي في مملكة البحرين وضافت هذه الحلقة النقاشية أو الورشة النقاشية الكثير من المعلومات أمانة واللهي ما نقدر نقول هي كانت غايبة عنها ولكن ذكرنا فيها اليوم احنا قد نفتقد إلى المصداقية بسبب أن احنا عندنا اندفاع لحبنا لوطننا لكن احنا قاعدين نضرها بدل ما نخدمها هذه الدورات تفيدك أنت شنون أنت تكون وين تقدر توقف وعلى أي أساس وتحتاج أن تكون عندك شنون المعلومات اللي لازم تكون عندك على أساس تقدر تتكلم نقطة رئيسية تقول بدون المعلومات لا تتكلم لا تكون موجود أصلا على أساس ما تفقد المصداقية جاءت هذه الورشة في توقيت يعتبره السادة النواب هاما جدا حيث عملت هذه الورشة على رفع مستوى الوعي بالقوانين والتشريعات والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان ذلك ما يسهل عليهم عملهم التشريعي وسعيهم إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض المملكة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر